لا إله إلا الله أفضل دولة الإسلامية لا إله إلا الله مش عاوزين فتنها طاقية عاوزين كمال يمنين حرامية مش عاوزين فتنها طاقية مش عاوزين فتنها طاقية عاوزين كمال يمنين حرامية يا عملاء يا عملاء بنا بيتكم دم وفاة بنا بيتكم دم وفاة بنا بيتكم دم وفاة دلوقتي ان شاء الله هتاف لغاية ساعة بس هتاف موضوعي لا للطائفية ولا لتحكم الكنيسة في القرارات العسكرية والمؤفراد عن كاميليا واخواتها واخطاع الاديرة والاكنسة كما كان المساجد تخضع للتفتيش باخراج كل المسلمين المحتجزين داخلها وهناك من هنا لغاية ساعة هتاف موحد لكن رجعا بدون شتم في رموض النصارى وبدون التعريب بسنودة بطالنا بطالنا لا لا على الله لا لا على الله بعد كده بعد كده هنعمل اعتصام باعتصام مستوح قدام مجلسه اللحاء 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 مطالب المطارة في ساعتين اعتصام بالليل لازم يحقق مطالب المسلمين بافرار على الاسيرات المسلمات داخل الاكنسة وداخل الاديرة حالا ولن نبرح اماكنها امام مجلس مزراء حتى يفرج عن المسلمات الاسيرات الله 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 merdi الله الله اكبر والاديارة ما كان عبادة الأديارة مكان إبادة مش مقر للقيادة قولوا الأستاذة يا أستاذة أينكم فيها معدودة أينكم فيها معدودة أينكم فيها معنى مقابل أبدا أينكم فيها معدودة أينكم فيها معدودة أينكم فيها معدودة ابداع الناس جس Grrr J الظه يخانا احنا مسلمين والمدى والدولة كلها مسلمين فما فيش ضار bukan يساة الاسلام ن год يتعليل ان التفاف على تمام الخاصة عالي وعالي 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 الصغر اللي بيصرق مش بيموت اللي بيصرق مش بيموت عالي وعالي وعالي كمان في الدرازة وفي المريال عالي وصدكم الله يعينكم والشنودة خايف منكم يا كمان يا همك همي روحك روحي ودمك دمي يا نصارة يا حيارة يا نصارة يا حيارة تكتو أخواتنا بأي أمارة قولوا لشنودة يا شنودة قولوا لشنودة يا شنودة أيام كنت أيام معدودة أمريكا ما همشنا بعينكم والدولة الأبطية بعينكم مصر مسلمة غزباً عنكم مصر مسلمة غزباً عنكم مصر مسلمة غزباً عنكم ما تنطع جيبهم يعهم مش هتحى المشوبيا مش هتفل مش همبيا مش هتفل مش همبيا والآن مال أستاذ المحامي المتراسل على الأستاذة كموليا بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الكرام يعني أنا أسمى جهود هذا الشباب الطيب تعلموا جميعا تعلموا جميعا أننا رفعنا هذه القضية لوجه الله تعالى لا نرجو إلا سواب الله عز وجل وحرمة المسلمين بإخواننا الكرام أنا أقول كلام لعله لا يروق لبعض الشباب المتحمس وإيش؟ ولكني لا أتكلم إلا بما يرضي ضميري وما يرضي الله عز وجل ولا أعبى لأن يعني يرحب بي أو أن الناس تختلف معي وأنا أنصح فقط ولا يعني ليس لي سلطان على أحد منكم أخواننا الكرام بعد فترة بعد فترة مكتب مباحث أمن الدولة في مدينة نصر توفرت مستندات جديدة تثبت إسلام كملي ويقف الآن بينكم أخوكم أبو يحيى الشاهد الأول في القضية وكان لا يستطيع أن ينصق بشهادته في الماضي ويسد والآن هو يستطيع أن وهو الآن يستطيع أن يتحدث إخواننا الكرام أنا الآن وعلى عكس كل الناس مؤلمة تتوقعون مني أنا أدعو إلى التهديئة القانون معنا الآن حتى بدون مجلس الدولة نستطيع أن نتقدم ببلاغ للنائب العام يخواننا نحن في ميدان التحرير استوعبنا الآن الأزمة الطائفية ووقفنا وقفا صادقهم ووعدنا الناس أننا لن ننظر إلى دين أحد هذا ما وعدنا به الناس ووعدتم أنتم ومنكم كثير أعلمهم كانوا يقفوا في ميدان التحرير يخواننا يخواننا نحن لا نتنازل عن عقيدة يخواننا أسمع نحن لا نتنازل عن حق عقيدة وحين نطمئن المسيحيين على حقهم في هذا البلد وعلى أننا سنحمي حريتهم في البلد هذا ليس بعضا منا ولا تخازنا وهذا ما يأمرنا به ديننا وهذا هو قرآننا وهذه هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مصر يا أخواننا مصر يتمر الآن بوضع عصيب جدا رئيس الوصراف أنتم الذين أوضعتموه على الكرسي وهو رجل نحسبه إن شاء الله رجل يرضب مصرحة بصر لو كانوا الإخوة زعلانين على سام الراجل يخواننا 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 معطالك معطالك دلوقتي من شوية المحمد قال لنا أخواننا وانا الزهاية رئيس الوصرا ها أكون لكلام المساحين عد المدبير وفتاعتين ببناء 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 يخواننا 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 أنا ليس لي سلطان على أحد اللي عاوز يروح يروح أنا بني الوجهة نظري وكثير منكم يعني أنا مين أنا الحمد لله احنا لا نقل في الله لو ما تلاقي الكلام صوت في يوم خمسة في يوم الخميس اللي بقى بموقعة الباق يعني أنا أنا معروف يعني الحمد لله بحد يشداني فلوس عصمال في عضاية كاملية ضد رئيس الجمهورية في عنف وانه لكن يا أخواننا أنا بقول لكم الراجل دلوقتي وهو في أول خطاب لو تفتكروا رئيس الوزر في أول خطاب قال إيه قال أنا أتمنى أن يأتي الوقت على مصر إن الرأي الحر يكون في الشارع وليس في السجود الراجل يسعى إلى ضحقيت ذلك البلد في أزمك دينا جدا فلول الحزب الوطن وفلول أمن الدولة وغيرهم ممن يتربس بهذا البلد يريدوا أن يستغل الوضع القائم بوحدث مصيبة بالنسبة لوزير الرئيس الوزراء والتصرف اللي الراجل عامل سيبك من رئيس الوزراء تعال للحادثة الحادثة حادثة زينة بين نصراني ومسلمة صح؟ أخذني 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 أنا أخذيه وكان معاه الشهود جوه فلازم نحترم بعضنا ونكون افضل من اي مظاهرات حصلت قبل كده ان احنا اكثر التحضر واكثر العقلاء واكثر المنتبهين لمصلحة هذا البلد احنا ان شاء الله اتفقنا كلنا ان احنا هتفات وحدة مرضوعية في شرح قضيتنا قدام مجلس الدولة وبعدها مسيرة لمجلس الوزراء وفتح واعتصام مفتوح قدامها زي اللي صار نعمل مبارح وطلبت طلباتهم في شاعتين احنا طلبتنا دلوقتي طلبتنا دلوقتي لازم تتنفذ قبل ما نمشي من مكاننا لان احنا لازنا الاقلية بل نحن الاكثر لكن 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 رجاءا 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 نوحد فكرنا ونوحد هدفاتنا ونوحد بطالبنا ونظهر كلنا كأننا قلب رجل واحد الاصل في اللي يتكلم المصلحة العامة احنا عايزين الاخرات تخرج مش عايزين نهتف ونمشي على بيوتنا احنا عايزين الاخرات تخرج مش عايزين الهتفات دون المصلحة للاخرات الاسيرات فان شاء الله احنا عايزين الاخرات احنا عايزين الاخرات احنا عايزين الاخرات لحت الازهر علشان ازهر بطوب الحشمة بطوب العزة ودو وياكم طعم اللزة لفت الدين خيري العديان ولد اخوة مده ديهم شفت الخرحة دي وعديهم شفت الخرحة ديهم لا يا كامل والعمن بتاعنا لا يا بيحيى العام باعتنا شفت كامل عبدوا ال ايه شفت الازهرials الام النفسي رحت الزهر انا بالنفسي وضع بالحشم وضع بالعزة وضقوا اياكم تعم اليزة لذت دين خيري الأديان ولاد اخوا مدو ديهم كامليا لا يا كامية الامن بداعنا لا يمشيpektع بعد ا rocket قيلواتي اجمالي ا يجبان وفاة قوستنطين لازم تعلن اخوتنا في الادية لا يجب يتكتش عليهم والمعضخلين العدياء الهدى يجعلها الواتر المنعتصم الله أكبر الله أكبر يتفاجل الصدر لكن عايزيننا نتصلنا النهاردة إخواتنا مدتشي تحت ظلم النفارة إخواتنا مدتشي تحت ظلم النفارة إخواتنا يطلعهم نهاردة إخواتنا يطلعهم نهاردة سيم القشف الغجرم اللي كان وقت احبار طلع المرح بالله اخواتنا اتعامنا هذا